يعني واحدة من الأشياء اللي أذهلتني جداً في هذا الموضوع أنه رغم عدم الفهم أو أحياناً إساءة الفهم للصليب في ظهورات المسيح للتلاميذ يعني مثلاً مع تلميذي عمواز كان يشرح لهم الكتب ولما ظهر للتلاميذ في العلية كان بيشرح ما هو مكتوب عنه في التوراة في الأنبياء وفي المزامير اللي هو التناخ اللي هو ترات نفييم كتوفيم اللي هو يعني كل العهد القليم واللي لفت انتباهه أنه المسيح حي أمام التلاميذ شفوه حي ومع كل هذا عم يستخدم الكتب حتى يثبت أنه المكتوب في الكتاب هو أعظم دليل وأعظم شهادة على صلب وقيامة يسوع المسيح ده حاجة جسيس نظار والرسول بطرس قال حاجة من الحياة طبعاً المسيح قال الكلام ده ولوق 24 ده فيه دروس رائعة وعظيمة لكن كمان رسول بطرس لما بيتكلم عن كنا معاينين المجد الأسنى وبتكلم أن احنا لا ندبع خرافات كنا معه في الجبل المقدس فالرسول بطرس في الآخر قال إيه؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت رغم الرؤية ورغم أن احنا شهدنا ورغم كل الكلام ده لكن الكلمة النبوية هي أثبت حتى من رؤيتنا أنه حتى يسوع لم يقول أنا أمامك ومع أنه قال جسوني وكلا بس أنه كان بيشرح الكتب يعني هذا كان مهم جداً على موضوع يعني القراءة والتمعن والدراسة احنا بنسمع بدون ما نفحص أو ندقق في الموضوع بالزبط حتى لما الرب يسوع المسيح قال لتلميزايا عمواس يعني أنا هاخد بسي الجزء من اللي قاله الرب يسوع لتلميزايا عمواس في عدد المسيح كان معهم وكان ماشي معهم يعني هو بشخصه يعني ما فيش أكتر من كده لو إحنا نتكلم عن إعجاز ومعجزات ما فيش أكتر من أنك أنت تعاين المسيح شخصياً والمسيح ماشي معك في الطريق وأنت مش عارفه والكتاب بيقول أمسكت أعين هما لكن بنيجي الرب يسوع بيقول لهم بعد ما قالوا كل الكلام ده اللي هو المفروض يؤكد صلب المسيح وقيامته لكن لسه برضو مش عارفين فقال لهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء فهنا الرب بيرجحهم تاني إلى النبوات صح أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب فهنا الرب يسوع المسيح بيرجحهم تاني وفي أكتر من مرة الرب يسوع المسيح بيرجع الناس أنهم يفتشوا الكتب يقروا الكتب يرجعوا تاني للمكتوب يمكن عجبني كمان أني واحد من أسرع الناس اللي تعلموا من المسيح اللي هو المولود أعمى صح المولود أعمى لما جاءهم يقولوا له اعطي مجدا لله نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ فقال لهم إيه يعني عايز يقول لهم الخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيء واحد لكن حاجة تانية قالها لهم قال لهم ما فيش واحد خاطئ أنتو علمتونه أن الله لا يسمع للخطاء منذ الدهر لم يسمع أن أحدا يفتح عيني أعمى إن لم يكن الله الله معه يعني إزاي خاطئ أنتو بتعلمونه أن الله لا يسمع للخطاء وهو الله سمع لي وفتع عيني يبقى كلامكم غلط حسب تعليمكم فهنا أعتقد أن الرجل ده فهم الدرس وفهم الإسلوب بتاع الرب يسوع المسيح أسرع من حتى التلاميذ حتى من الكهنة ومن الكهنة والكتبة والفرسيين المضاققين ترجمة نانسي قنقر